السلام عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة توحشتكم بزاف ورجعت لكم فيديو جديد ان شاء الله هتعجبكم لفيديو تالي يوم بوم ما زلت في دارنا وعلى بلكم كيكون في دارنا ما يكونش عندي وقت بزاف وما نلتهاش بزاف باليوتيوب وبالتصوير على بلكم منسيوا الماكسيموم نستغلوا هذوك الايام يعني مع الماتة العائلة هنا بارتجيت معكم بعض اللقطات هنا مع صبح قلتولي بزاف شاركي معنا روتينات في داركم حبينا روتينات وحبينا فيديوهات متنوية ان شاء الله هعني مجدد لكم فيديوهات متنوعة فيها روتينات فيها خرجات فيها مشتريات فيها بزاف حاجات بارك حبيباتي متنساوش تخليوا لي لايك وبيانسيوا لي ما اشتركتش تتفضل مرحبا بها تشترك معايا في القناة هنا مع صباح كما تشوفوا على بلكم كين تلموا كامل في دارنا لازم الصالون يتفرش قاعدين شوفوا فرشنا على الكانابي فرشنا مطارح في الارض وحتى الفوتي وستغليناهم للدراري يعني اللموة بتاع بيت الاهل مكشكي ما هي شوفوا لازمتنا هذا الليد كانابي هاكا وستغلينا فرشناهم دادغا ورقدوا فيهم الأطفال واحد اللي يامترا نجوزوا فيهم ما نحكي لكمش يعني يامت بزاف هيلين الجو بده شوية يبرد مع بداية سبتمبغ يعني روعة روعة نروحوا نبحروا بشكل البحر مشي بعيد علينا نروحوها كما على الشياء من ذاك نعمو من ذاك نحوسو برك ان شاء الله هنبرتاجي معاكم شوفوا هنا راني نمسح في الصالون هاد المسيح اليومي شوفوا انا صراحة ببرتاجيت معاكم برك كي طلبتوا مني قتولي ببرتاجي معانا الشغل تعداركم قلت معلي شنصور لكم بعض اللقطات بينسوغ ما نقدرش نصور لكم كلش كلش بصح هاد المسيح اليوم يعني مشي تنظيف عميق غير هاكا مسيح كما نقولو كرفضنا الفراش خرجنا ليدغا هاكا شوية في الشمس جوزنا جوز غير هاكا بننشيشف يعني جوز تخترا بمشمخ حطيت الافصل وعود تعصرت ملاح ومساحت فغي موكي تمسحوا هاكا يوميا يعني تقعد الدنيا نقية هاذا نشاشف تاع ميكروفي بغ هادو ما يخطيو هاشي ما تمسح بيهم بزاف على بلكم ميكروفي بغتاحهم يعني يشرب ببيع يعني تمسحوا خطرها بالمشمخ تعودوا خطرها بالناشف يعني يخرج لكم الكغلاش تاعكم يشعل يعني مهما كانت النوعية يخرج يشعل وظلا مسحت بيهم رجعت كل حاجة لبلاستها حاولت يعني ننظم شوية سالون وظلا ومبعدها حبيباتي رايح اندي لكم واحد الجولة خفيفة في الجردان تاع دارنا ولا في الجنينة كنتو بزاف طلبتو مني بارتاجي معانا النباتات تاع داركم انا مولفا بارتاجي معكم النباتات بصح ما تكونش في هاد الحالة المزرية شوفوا حبيباتي شوفوا حالة البلانت تاعيما بدو كامل ينشفوه يغيضوا صراحة انا كي شفتهم هاكذا يعني صراحة يعني يقسموا لي قلبي يعني هاد النباتات كشغول تحسوهم كشغولها ككائن حي لازم تعتنيوا به وهنا صراحة ما هنش خاصين اعتينا اظهر كنا نحكي لكم علش حالتهم رايي هاكا شوفوا هاد اللي كاكتشيس تاني غرسهم بابا في هاد اللي بوص صغيرين كاين هاد اللي واي كيف كيف مولفا نلقي خير من هاكذا بالبزرية هو يدير هاد النوار هادا في الغوز غوز بونبون يجيب زاف شباب ساحة الاختارة اللي قيتو وبدأ شوية ينشوف شوفوه المهم نخليكم تشوفوا الحالة اللي راهم عليها لي بلانت دائما تشوفوا هاد اللاقطات وبعد ان شاء الله نتلاقى ونقول لكم وش صرا لهم اشتركوا في القناة 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 اقرأ لكم في الجولة لقد مرحبت بغازاق هذا المرحب بلقوقه وقع الشجرة سوف تكون مدرسة هذي قاعدة ثلاث الثانية وقعه ما ترى لقد كنت لكم بلانت جميعا نشفه وكين الأوراق بدأت تحديق ويجب وضع وذلك لا تحديد واعطناء سبب رئيسي هو الماء حبيبتي ليس خاصين الماء وإنما الماء عندنا في العين يأتي مالح في غير ماء مالح هذا هو السبب الرئيسي في الحالة التي قمت بها تدارنا صراحة انا كشفتها بخمياة شوكية قلت للماء لماذا تدارنا هذا حتى عرفت باللماء قلت لكم حبيبتي الماء تظهر العم بثاف مناطق من الجزائر ومن ندرة في الماء صراحة ما عندنا شبخة الماء عندنا في العين يأتي يوميا بالصح الماء مالح كشغول الماء على البحر عندكم هذه الماء التي قمت بها في الأخير كما يقولون ختام مهامس قلت لهم معكم قلت لهم قلت لهم قلت لهم نسقيهم بالماء حلو يعني الماء تشرب ليه نعمرهم لا سخص ولا سعيدة قلت لهم قلت لهم ويساعدت لهم لا ينجحوا معي لسانسية اللي يعرف اسمها يكتب لنا في تعليقات لسانسية العلبة لتحب الضو بثاف بلسطة تكون ضاوية بمسي دخلتوها لداخل في مكان يكون ضاوي تقدر تنجح معكم حبيبتي ختمتها لكم بهذا لابلونت شبه بزاف اللي رايحة تطايمة هنا في الفتاقة تاع الكوزينة من البرة هذي اللي تبان لكم في التصوير كي نكون نصور في الكوزينة تعليق ما يعني تبان شوية متاقة كيما كمتوفو قعد يعني اللون تحها هايل وقعدت بزاف هايلة كيما حكيت لكم المشكلة الرئيسي تاعنا هو الماء أفال وهنا يا حبيبتي هنبرتاجي معكم موصفة بزاف بنينا تديرها يما كنتو ديجا قلتو لي بارتاجي معنا لسوب دو بواسان ولحساء السمك اللي تديرو يماك وليوم لبيت لكم الطالب شوفو هذي طريقة أمي دارت حبب بصل كبيرة شوية زيت وحطة الخضر بنسبة الخضر دارت لشوفو زرودية وحبب بطاطا دارت القرعة والطرشي فلفل حلو ودارت الطماطيش كمية مليحة بوا هنه قدرنا كمية مليحة بسكر انا من المومين كامل وانتو ما على حساب أفراد العائلة تديرو بنسبة التوابل دارت ملح فلفل كحل شوية كركم وشوية تع العكري ظالة وهنا عندي ربطات تع زيترا وربطات تع كرافس وبعد رايحة ديرهم نكتوفو حندي كامل هذي الخضرات تتقلى مع البصل والتوابل والزيت ظالة حطيناهم على نار متوسطة وقعدتي ما تحرك فيهم بو هنه لازم يتقلى و مليح حتيها بطمعكم يعني السر بش جيكم لا سوف ابنينا لازم يتقلى و مليح مليح بو هاد الحساء تعسمك بطريقة أمي يعني نقول و نعاود يعني على طريقة أمي و كل واحد كيفاش يديرها بيان سور و مام في الرسطورون و كل واحد كيفاش يطيب هاد الحساء لازم يتقلى و مليح يجي بنين و يجي مغذي راح فيه اللي لجوم فيه الخضر و فيه السمك اكيد راح يكون مغذي شوفو غطيناه خليناه حاولي عشر دقايق حتى الضبال و مليح شوفو الضبال و مليح ذيك الخضر كما كون تشوفو يعني البصل تلقاوه كامل اللي هبطوا والخضرات تحسوها بليتقلات بيان شوفو العصاص كيفاش تطلق العصاص وهنا يريح نضيف ملعقة كبيرة تاع طماطم مصبرة تاع العلب و كنا ندرنا طماطم حبة يعني شوفتو كامل المكونات وهنا نص ملعقة تاع الهريصة بنسبة للناس اللي تحبها اللي تحب الحار وتحب لسوبتها تجي حارة نزيدو نقلو شوية هذيك طماطم متاع العلب مع الخضر نقليه ملح ملح و بعد نمرقوه نمرقوه بالماء يكون سخون لازم التمرق يكون بالماء السخون حكا باش جسد انتو ما تمرقوها هي تبدأ تغلي كما كون تشوفو هنا باش تتحافظوا على الحرارة تاع الخضر و جيكم لعسو بتاعكم بنينا لا تبردو في الخضر لازم الماء يكون سخون نخلط ملاح نخلي الخضر طيب نصطيب يعني ما طيبش كامل قبل ما نحط السمك شوفو هنا في هذه المرحلة عرمية زجور قطرنت والزيت رتاعي والتا والكرافز شوفو هاد الحساء يحب كمية مليحة على الكرافز يعني قد ما كانت عندكم مربطة كبيرة ارموها و ما تحافش غطيت خليت الخضر كما قلت لكم تقريبا نصطيب قبل ما نحط السمك حبيبتي هنا هنا سوف نحط الحوت والسمك بالنسبة للحوت هنا عندي انواع الحوت كانت عندنا في الكنجيلاتر واذا زدنا عليها اليوم غير حبيبات سردين بسكو تقدروا ديروا فلاسو بتاعكم ووش تحبوه يعني هنا كنت حدير غير الحوت ما دخوا يا قليمة مزيد يزيد يحب تسردين بسكو جي بزاف حيلا درت اي حوت هكا صغيرة تقدروا ديروها فلاسوب اذا كان عندكم الراس كاس بينسو غا حات خرج طوب جي طوب بسكو اللاسوب دو بواسان تحب بزاف هاد النواع تها السمك ما اي نواع سمك كان عندكم تقدروا تسلكوا راسكم وديرو بهلاسوب خليت السمك تا عيدرسو فيكس كاس كي ما شوتوني وحطيتو فوق الخضر خليتو يعني ماكسيموم 10 دقائق ويكون واجد كي ما لابلكم الحوت ما يديش وقت كبير رافض طياب هنا كي الحوت تا عي طيب رايح يبان اللون تا عي بياض ويتفتحوا هكا الحبات رايحان نرفض الكس كاس نقطروا ملح ملح ونحطوه يبرد شوية قبل ما نقي السمك تا عي شوفوا اذا كان عندكم وقت تقدرو تحكموا الحوت تاعكم يعني هكا بالحبة وتنقيوه تنحيو هكا هذك الشوك كي ما نقولو تنحيو غير الحم واذا ما كانش عندكم وقت كي ما اليوم بوم ما كانش عندنا وقت بزاف كان قريب وقت الفطر واشدرنا انا نحيت غير شوية هبرا كي ما نقولو تاع الحوت حاولت ننقيها ملح ملح ارميتها مع هذك الخضراء وعندما قد تقرأ نرحيناه ارميتها شوية بالبغا ميكسر ومعندما ايته في الموليات نرحي واني وقتكم ترحي واحد ينسيو غمليح لازم البناتة تعلحي تقرأ ومع بعد تخلطوه مع الخضر هذك واترحي وكلش يعني ما كيس اسهل من هذا هنا كما كومتوفو حبيبتي هنا راني نحاول هنا الحوت يسخونة شوية نحاول نشاهد هذه الهبرة كامل نحطها والباقي كما تشاهدوا بالميكسر شوفوا لا تخافوا الوبسكو البنة قاية تكتاع الحود راهي في الراس و راهي في هذا العظم يعني تعطي لكم واحد البنة اللاسو بتاعكم خيالية تقدروا تنحو هذا الشوك الكبير تنحوه و يقعد غير الركيق تجوزه في العمولينة و ليما يحبش تقدروا تنحو الرأس حتى يتكامل نحية بون جبت الخضرات التي كانت طيبة نحية زيتران نحية الران نحية الكرافز نحيتهم كامل و بعد رميت هذا الحوت ترحيوه بيه ترميوه هنا و بعدها تميكسي و كلش هذه طريقة أمي و كل واحد يجري حسا السمكة كان طرق بزاف كان يضيف لها الثوم كان يحط الحوت مباشرة لداخل كان يطيب الحوت وحدها و بعد يرميها لداخل كان يحطي كل واحدة و طريقتها أنا أتشاهدت معكم الطريقة التي تدرها يموها كثيرا في رمضان لا يدخل كامل شربة تدر غير سوب كثيرا اغفر لدينا داخل ترميج ملح لا ترميج لدينا اغفرة ملح اغفرتها يمكنك الترميج و سفر تنميج شوك و لا ترونها فوق الهوت فهنا اذا اطلعت الحوت و اتطلق الحوت و اضعنا ملينات و اضعنا ملينات و اصدرت الحوت لون الهوت و اطلقت مرحة وفلا فيديو خفيف الضريف ان شاء الله يكون عجبكم وتخليوا لي اكبر عدد من اللايكات نقول لكم حبيبتي بهذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو ان شاء الله هتكون عجبتكم ونقول لكم تلاقوا في الفيديو الجاي نحبكم بزاف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته